السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بناتي وأبناء التلاميذ القسم الثالث فوج ألف باء وجيم في درسنا اليوم من مكون الاستماع والتحدث ستستمعون معي جيدا لحكاية عنوانها منبع وشجرة تأخذون مع الكتابة المدرسية صفحة 171 تلاحظون الصور جيدا ثم تستمعون للحكاية بانتباه من فضلكم منبع وشجرة عاشت شجرة بجانب منبع فأصبح صديقين يستفيد كل منهما من خيرات الآخر فالمنبع يستضل بظل الشجرة وهي ترتوي من ماء المنبع في كل صباح تطرب الشجرة جارها المنبع برقصات أغصانها وهو يمتعها بألحان خرير مياهه في صباح أحد الأيام تهش المنبع وقال لصديقتي ما بك يا جارتي لما لا ترقص أغصانك كعادتها ولما توقفت عن امتصاص ماء أجابت الشجرة أحس بالملل فلا تحزني سأواصل سيري الآن لأوصل بياهي إلى النار فالكثير من العطشة في انتظار وصولي وداعا بعد أيام التقى المنبع في الطريق بسرب من الطيور فأخبروه بأنهم زاروا جارته الشجرة فبدى لهم وجهها شاحبا وحزينا ورفضت أن تتحدث إليهم فأخبرهم بحكايتها وقال لهم لعلها ما تزال تحرم نفسها من مياهي فأرجوكم زيارتها ومؤانستها ريثما أعود رفرفت العصافير نحو الشجرة وحطت على أغصانها فخاطبها البلبل قائلا إن جارك المنبع قد أخبرنا بسبب حزنك وقد حضرنا لنؤنسك ونربط علاقة صداقة معك قالت الشجرة وكيف أكون صديقة لكم أيتها العصافير رد الحسون هل تسمحين لنا بالإقامة عندك لنستمتع بدفئك وحنانك ونبني أعشاشنا بين أغصانك ونحمي صغارنا بحطنك الكبير وكلما طرنا نرجع إليك لنؤنسك ونروي لك كلما نشاهده ونسمعه ولنغني لك ألحانا عذبة أضاف البلبل أصبحت الآن عارية وفقدت حلتك الخضراء هي امتص ماء المنبع لتورق أغصانك وتتكاثف فروعك وتعود لك نظارتك حتى تكون أعشاشنا محمية بين أغصانك فرحت الشجرة وقالت وأنا سأحميكم من الرياح القوية وأشعة الشمس الحارقة فرح المنبع وغردت الطيور وواصل المنبع خريره وطريقه لتوزيع المياه لاحظوا معي بناتي وأبناء التلامير هذه الخطاطة التوضيحية التي تبين زمن ومكان وشخصيات الحكاية وأيضا الأحداث بالنسبة للزمن كما ترون في الخطاطة الزمن هو الماضي المكان هو الغابة الشخصيات هناك المنبع الشجرة البلبل طائر الحسون أيضا بالنسبة للأحداث البداية كما رأيتم أو سمعتم في الحكاية هناك عاشت شجرة بجانب منبع التحول الذي وقع هو توقف الشجرة عن امتصاص ماء النبع الحل هو أن العصافير تؤنس وحدة الشجرة والنهاية طبعا فرحة الشجرة وأيضا العصافير والنبع أيضا كلهم فرحوا كانت نهاية سعيدة والآن أعزاء التلاميذ تعيدون سماع الحكاية من البداية وحتى النهاية ثم تجيبون عن الأسئلة التالية أكتبوا عنوان الحكاية أين عاشت الشجرة لماذا توقفت الشجرة عن امتصاص ماء النبع ماذا قال البلبل للشجرة ولا تنسوا أن تجيبوا عن هذه الأسئلة في دفتري المنزل ترجمة نانسي قنقر